اشتركوا في القناة 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 كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أنت وهاب الأعطاء ومجيب للسؤال أنت وهاب الأعطاء ومجيب للسؤال أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلالة الله 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 ما لنا مولى سوى الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله هو الله فعلاً يعني الريكوردات اللي انت بعتلي على الواتساب حقيقي ظلماكي طيب إحنا يعني نروح لباسن بقى كده أنا عايز عرف بقى يعني بما عندكو موهبة مشتركة أنت وزوجتك ده بيزود روح الحب والتفاهمة بكو ولا بيعمل نوع من أنواع التنافس والغيرة اللي اتنين اللي اتنين اه طبعاً اه طبعاً انا طبعاً بدعمها في كل اللي هي بتقوله وده بيخليني إن أنا يعني خليني إن في تنافس بيني وبينها بحسسها إن أنا بكوني برضو منشل وقر وقرآن وكده هي لما بتسمعني بتتحفز أكتر فبتبدأ تطلعها عندها تنافس شريف يعني غير شريفة مثل تنافس اللي أولاً أنا بتعمد بتعمد الكلام ده عشان خاطر هي تشد عشان هي تشدها حلقة أكتر اه طب إنتا بتدربها يعني؟ أكيد طبعاً إحنا الاتنين إنتا الاتنين بتدربوا بعض إحنا الاتنين مع بعض إن شاء الله أنا معجبة جداً يعني بالمشاركة اللي ما بينكو والإيجابية وبجد يعني مش كتير لما بشوف نموذج إيجابي زيكم طيب يعني أنا عارفة يعني ريم طبعاً كلمتني على الواتساب إن هي عايزة تطلع طبعاً هي طبعاً عارفتني من اليوتيوب أو شايفت ليه فيديوهات على اليوتيوب فحاولت توصلي فعارفت توصلي فسمعتني موهبتها فكت يعني وسط ما هي بتتكلم عن نفسها عشان تطلع معيه ما تقوليه عن فكرة جوزي صوته حلو جوزي يعني منشد وقارق للقرآن أنا نفسي إنتي تسمعي صوته أنا نفسي إنتي تطلعي معيكي في البرنامج أنا قدي إيه شوفتان هي يعني بتحبك ويعني بتدعمك وسند ليك بجد يعني بالنسبة بقى الريم يعني لو جالها فرص للظهور لوحدها يعني حتدعمها لده وحتشجعها يعني إزاي تطلع لوحدها من غيري أو أنا لازم أطلع إيه يعني؟ طبعاً في البداية أي زوج طبعاً هو بيغير على زوجته بس موهبت ريم صعب جداً إن أنا نكتمها موهبت ريم دي لازم تظهر للدنيا كلها لأن هي بصراحة تستاهل إن هي الدنيا كلها تعرفها ده حب بق؟ أكيد طب ده حب بق؟ بيحبك يا ريم طيب سمعنا حاجة ليك بقامة الصلاة مع الصلاة في الحرم تمام بمقطع الصوائر كامل تمام حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى 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 الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات أزواجا لقوم يتفكرون أزواجا لتفكرون أزواجا لتفكرون الله العظيم طيب قل لي بقى يعني بما إنك بتقوم المصلين في المسجد كلمني عن رد فالك أول مرة تعدت فيها المحرام أول مرة تقدمت المحرام ما هو الإمامة الصلاة موقف عمري ما هنساف حياتي طبعا ركبي بتخبط أكاد إن أنا أسقط على الأرض مش تاهل طبعا إنت تصلي بناس و أصل الرهبة رهبتين وفي نوعين من الرهبة في رهبة للمحراب نفسه وفي رهبة للناس في البداية اللي بيبقى خايف ده بيبقى خايف من الناس طبعا الناس بتصلي هو أول مرة يتقدم بيوم كإمام وكده صعبة لكن الأصعب بقى والأهم هي رهبة المحراب إن أحس إن ربنا سبحانه وتعالى قدامي فدي الوحدة ممكن قلب يقف صعبة جدا طيب قولي يا ري طموحك بقى بتحلمي بإيه نفسك توصلي لإيه وإيه رأيك كده في باسم كزوج يعني هو فعلا بيدعمك وسند ليكي آه طبعا طبعا بيدعمني وواف دايما في ضارف كده وأنا دايما أقول له يعني أنا دايما اللي أشجعه في الأول وكده فأنا مكنتش بفكر في حتة إن أنا أكمل موهبتي أو إن أنا إن أنا عندي من صغري وكده فحبيت إن أنا أدعمه وأشوفه هو دايما هو الأحسن أو اللي هو يعمل اللي أنا مقدرتش أقوله على يدي يا جبيعة تبعتلي والنبي جوزي طلعي معيكي مش مهم ما أنا المهم جوزي فهو طبعا ما كانش موافق يعني هو مش موافق هو كان وقته طبعا وكده فأنا حبيت إن أنا أقول له إن أنا تبان هبدأ هو مكنش موافق يطلع لأ هو كان في محبوطين جالبه وكان في محبوطين جالبه أه في حتة أنا شايف من صوته كويس وكله بقول حلو فأنت ليه تفكر في واحد واثنين وثلاثة وعنده بقى شكله عنده رهبة من الكاميرا زي ما كان عنده رهبة كده إيه؟ لا الكلام الناس يعني لما أنا بعدت لحظاتك ريكورد في صوته قال ليه وبعجبها قلت له وإنت إزاي أسان متخيل إن إنت تقول لي عجبها أو معجبه شهوبا كويس سيبك من واحد وثلاثة حقيقي يعني أنتو الاثنين صوتكم رائع أنا معجبة جدا بكسة الحب وكسة المشاركة ودعمكم لبعض لأن حقيقي دايما كده يعني بلاقي إن الأزواج كل واحد تعاوز ده هو اللي يظهر وهو اللي بقى أحسن وهو اللي يثبت لنفسه هو يعني أنجح مالتاني لكن اتنين عايزين ينجحوا مع بعض أو اتنين بيشجعوا بعض دي مش بنشوفها كتير الحقيقة يعني على فكرة الحياة الزوجية بدون مشاكل عمرها ما تستمر ده حقيقي المشاكل دي بيتأوينها بعد كده ده حقيقي يعني إحنا كل يوم إحنا مش علاقة مثالية للدرجة اللي هي ولكن إحنا كل يوم على فكرة في مشاكل بس علاقة الحب اللي ما بينها بتزداد بعد المشكلة طب ريم سمعين حاجة ليكي كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أغزم الخوف اللي فيك قبل ما يقدر يوم عليك أغزم الخوف اللي فيك قبل ما يقدر يوم عليك ومساكن جوا بالك خوف وعايش جوا في خيالك وحش رسمو انت بأيديك الحي ان انت قادر تبقى نفسك لوحوش لكون قصادك برضو قادر لو لوحدك تقطف الحلم بأيديك حارب اليأس اللي فيك قبل ما يقدر يوم عليك حارب اليأس اللي فيك قبل ما يقدر يوم عليك حارب ومش محتاجة جيش أو سلاح أو دبابات انت لو عايز تعيش صح جواك اللي مات حارب ومش محتاجة جيش أو سلاح أو دبابات انت لو عايز تعيش صح جواك اللي مات صح جواك اللي مات قبل ما يقدر يوم عليك صح جواك اللي مات قبل ما يقدر يوم عليك الله يريد جميل جدا مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني مشاهدينا برناميك حوار مع يسرى ونستكمل حديثنا مع باسم قولي يا باسم يعني تنصح اي حد يختار زوجة يعني اي عريس كده بيدور على البنت الحلال ايه المواصفات يعني في الزوكة كويس اقول له ارجع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح المرأة لأربعة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها في نهاية الحديث قال فظفر بذات الدين تربت يدي ما شاء الله يعني ربنا كرمني وأكبر كرم أنعم بي علي يا رب وأكبر نعمة ان ربنا رزقني بزوجة فعلا بذات دين هي ديت يعني اكبر نعمة عندي في الحياة وربنا يبركلي فيها ويخليها لي يا رب ما شاء الله عليكم والله خايف عليكم تتحذوا والله بذات ما شاء الله عليكم الدين هو رقم واحد هو اللي هيفضلك المال هيروح الجمال ممكن يروح لكن الدين في القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من قطى الله بقلب سليم من قلب الطيب وده ربنا يبركلي فيها حفظ عليه يعني بصي دراجل سكرة حفظ عليه حطيه جوة عنيكي قولي لي بقى رمي مين كان استندوا دعم لكي غير باسم طبعا أخوي أخوي كبير طبعا هو قدويتي طبعا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو السبب ان انا كنت صغيرة هو أكبر مني سنة يعني عشر سنين هو كاتب كويس جدا ومؤلف ويمؤلف كتاب باسمه كنت دايما احب انه عنده موهبة موهبة الكتابة موهبة الكتابة لدرجة ان انا بقيت اقالف الكتابات والقصائد بتاعته ألحن تلحب ألحن حبتها هو اللي كان أحب يطايما امسك الكتب بتاعته واللي هو اي قصيطة هو انا لحنا محمد رمضان الشرقاوي طبعا احنا بنوجه له تحية من خلال برناميك حوار مع يسرى وان شاء الله طبعا نكون ليه حلقة معنا بما اننا بنزدها بالموهب يعني فما ينفعش يعني نعدي موهبة زي ذي يا رب وطبعا حضرتك الحاجة طبعا والله حضرتك دعمتيني بالصدفة كده دخل ابحث على النشودة على اليوتيوب لقيت حضرتك مع أستاذة زهرة إسراء زهرة إسراء زهرة مبتهي لإسراء زهرة فحبيت ان انا ادور على اسمك حبيت فيك حتة دعم الشباب والمواهب وحبيت ان انا اتوصل معك يعني اشوفها هترد علي ولا عادي فالحمد لله لقيت حضرتك بصودة علي وقلت لي بعتلي ريكورد فطبعا يعني عجبت حضرتك قلت لي طبعا طلعي معي حلقة وكده والحمد لله شكرا جدا انا بصراحة ما صدقتش انا كنت مفكر ان كل اللي بيزعوا على البرامج بمقابل يعني بصراحة انا مسألتها قالت لي والله ما طلبت مني اي مقابل هي شافت صوتي وكده فقالت صراحة حرام ان انتم تندفنوا وكده لازم تظهروا بالناس ولا جماعة بتهرجوني وتكسبوني طب انا عايزة اسمع بقى حاجة اللي باي سنبقى جدا يا نجوما زينات ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي خيما الصمت فارسلت ثنائي ثم اتبعت ثنائي برجائي ورويت الارض دمعا من بكائي وعليمت ان عيزي بامتثالي وعليمت ان عيزي بامتثالي يا نجوما زينات ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي ارتقات روحي وعادت تحتويني عندما انزلت للارض جبيني فرحة التوبات ظلت تعتريني وسيبقى ذكرها دوما ببالي يا نجوما زينات ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربي ذا الجلالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي ماشاء الله بجد يعني صوت رائع بنا بركك او طب انا بقى فيه سؤال حاموت لو ما سألتوش في بعض الرجالة شايفة ان ست او زوجة ما كان هم مطبخوا بس مش من حقها تعمل اي حاجة بتحبها ولا هوية ولا مثلا يعني خياطة كروشي انها هتتعلم انها هتشتغل فانت ايه رعيت بقى في التكلام ده؟ مستحيل يموتهم مستحيل لازم الست تطلع كل طقتها الطاقة الست مش في الطبخ وفي البيت وفي التربية وبسة هي طبعا الست دي اساس كل شيء في البيت هي رقم واحد هي اللي بتربية اللي بتعمل كل حاجة الراجل هو مجرد ان هو بيطلع يشوف رزقه عشان يطعمهم وكده ولكن الست لازم تمارس الحاجة اللي بتحبها ايه المانع ما يبقى فيه مثلا اعمال يدوية تشتغلها هي هتساعد جوزها على فكرة المرأة لما بتعمل كده بيبقى غايتها لقول انها هتساعد جوزها لان بتبقى وبتطلع يعني يا مش عايزة تقتصر اه اصلا هي لو لفت في دايرة مغلقة ممكن تموت الست لازم تغير حياتها لازم تطلع من رتم البيت الحياة اليومية ده لازم تطلع منها ولازم الانسان يساعدها طبعا لازم جوزها يدعمها للكلام ده ويشجعها باستن انا بشكرك جدا على الحلقة دي وبشكرك جدا يا ريم بس قبل ما اختم الحلقة عايز اسمع الادان بيصوب باسم بما انك بقى ايه بتقوم الناس للصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله